بسم الله الرحمن الرحيم اليوم موضوعنا على شاشة سامسونج سامسونج الاصلي مع الشركة يعني مو التقليد الصيني حالات دا صير بها تنقلوا بالصورة يعني اساس الصورة مالتها مقلوبة فطريقة الدخول للسيرفس وقلب الصورة هاي الناس ما يعرفون هاي الطريقة اليوم راح نشرحها اول شي بالريموت نضغط على باور راح تطفي على ستاند باي نضغط على انفو مينيو ميوت باور راح يطلع عدنا السيرفس هاي طلع عدنا السيرفس نشوف هاي الخيارات مالتها الموجودة الموجودة عدنا كل شاشة ولها خياراتها بس احنا راح نطي بصورة عامة ندخل على اول خيار هو ال اوبشن راح نروح على خيار التايب يعني بالنسبة للموديل مالتها تشوف هاي الموديل مال هذا اربعين دي ستة اي اف او اس راح نجي نغير بالخيارات مالتها لاحظ هاي انقلبت الصورة مالتها يعني تغير بخيارات هاي طلع عدنا هذا الخيار مالتها اللي يقلب لنا الصورة زين وبالحالة شنسوي نطلع من عدها بالستانباي ونشغل مرة ثانية نشوف الصورة راح ترجع اعتيادية يعني هاي النوع من الشاشات ما بها خيار الميرور طريقة تغييرها لاحظ الصورة اعتيادية هاي سنقلبت يعني مو عن طريق الميرور مثل باقي الشاشات طبعا هاي الحالات ده تصير هواية من تطفى الشاشة وتشتغل تصير هاي الحالة عدكم فحبين نوضح لكم هاي الطريقة وشكرا لكم